هل تعرفين بلي تبون جعلة دبابة العسكر والعسكر هو اللي يقرر مجموعة الجنات هي اللي تقرر متى تاخذه طبعا حتى هذي المجموعة خاضعة الى اسيادها من وراء البحر في نهاية المطاف لكنها هي اللي تنفذ اذا ارادت غدوة نحي تبون تنحي تبون غدوة لو كان يشوفوا الشعب غاضب منه بشدة يزيلوه ويسجنوه وهذا ليس مستبعد بالمناسبة في اللحظات اللي يظن المقبور قاية صالح ان يخادع فيها الشعب اخذاء ويحية وسلال وتوفيق والسعيد وحطهم في الحبس ثم ماذا اه يستاهلوا الحبس يستاهلوا الاعدام مش الحبس فقط لكن الشعب لم يخرج لسجن هؤلاء الشعب خرج اساسا لبناء الدولة المدنية هذه جمهورية مشي كازيرنا مدنية مشي عسكرية لما تقوم الدولة المدنية اصلا مثل هؤلاء لا يصلون الى الحكم لان كاين في الطريق كاين يفيلتر في الطريق كاين كثير من الجهات اللي تراقب وتحاسب كاين قضاء كاين اعلام كاين مجتمع حي مجتمع مدني خلينا نوري لكم الصورة اليوم انتع ناس انتع البلجيك كيفاش قابلوا لا اقول وزيرة رئيسة الوزراء وبلجيكا بالمناسبة رئيس الوزراء هي الحاكم الاكبر او رئيس الوزراء لماذا لانا بلجيكا مملكة والملك فيها رمزي وربما الان لما نقول مملكة الكثيرين لا يعرفون انا بلجيكا مملكة بلجيكا مملكة لكن الملك لا يحكم لا يحكم اي شيء شكل رمزي شوف كيفاش قابلوها كيفاش قابلوا البلجيك اداروا ظهورهم اداروا ظهورهم لحاكمة في بلد ديمقراطي في بلد البرلمان والقضاء والصحافة والمجتمع المدني الكل يراقب الكل اخطعت في بعض الاشياء في ادارتها للموضوع فغضب عارب خلينا احنا نشوفوا واحد من السفهاء كيف استقبلوه اليوم حسب الاعلام انتهى احمى عائلتها داعيان من المولى عز وجل ان يرزقهم الصبر والسلوان التقطية كانت لساليم الدئد هذا ما يسمى بوزير الصحة يستقبل بالورود بطبيعة الحالة المسكينة اللي مدلت له الورد راهي مسكينة يعني قالوا لها روح يمدلوا الورد راهي مرتبة هذا كل الورد وراه رئيس ديوانه والوالي وكلهم راههم اجتمعوا لازم نعطلوا الورد ولازم نقدموه يقدسوه وهو اللي يقول الشيء وعكسه وهذا هو الوزير اللي شخصيا قال قبل ثلاث شهر ما عندناش مال باش نشروا الدواء للمرضى بالصرطان ما عندناش ونشروا علامهم ونشرتوا صحافتهم ما عندناش اموال لشيراء الادوية للمرضى بالصرطان عندنا مال فقط نبعثروه على اللي يسوى واللي ما يسوى عندنا مال نبعثو به مساعدات الى جنوب فرنسا عندنا مال نبعثو به مساعدات الى النيجر وإلى غير النيجر لشراء الذمم شراء الريضة العالمي شراء الريضة تعدو الأخرى بلك تقبل بيكم عندنا اموال كنا وصلوا الى نبعثرو الف وخمسمائة مليون دولار على مجموعة من الدول بما فيهم العراق العراق اللي هو من ناحية البترولية أغنى من الجزائر ومعناش مشكل انه نتبرعو لي اخوانا لكن نبدو بأهل الدار نبدو بأهل البلاد نبدو بالناس اللي ما عنداش الكهرباء وما عنداش الماء ولي كي تحليهم مطار يغرقوكي تحلي المطار يباتوا يخايفين الى يصبحوا ولا ما يصبحوش ويهربوا ولادهم يخافوا ولا يتحليهم ثقف الناس اللي ما عندهاش احيانا مش تاكل لكن هذه السفاها لعل الصورة انتاحهم في الخارج تبدو مثل هذه المال اللي بعثروه على هذا احد المرتزقة تعالوبيات تعالواشنطن تايمز 30 الف دولار في الشهر 360 الف دولار في السنة والعقد ماضي يمشي اللي ما يعرفش مانا 30 الف 30 الف دولار في الشهر اضربها في 18 باش تجد السعر ايانا رنتكلموا على اكثر من 500 مليون في الشهر 500 مليون سنتيم تتمد هذه اللي كشفت اللي فضحت راهم يمدوا في الاموال من تاع الجزائر والجزائرين بلا حدود المهم ترضى عليهم القوى الخارجية خاصة القوى الغربية وعلى ذكر القوى الغربية تعرفون ان الجزائر تشتري هي واحد من اكبر البلدان الذي يشتري القمح تعتبر الجزائر اللي كانت تعتبر بانها لغريني دلوروب ايانا الرومان كانوا يسموها لغريني دلوروب اي انها البلد اللي هي تمد لكل اوروبا ما يتحتاج من قمح بل ان الاستعمار الاستدمار الفرنسي كان من بين اسبابه هو انها كنا اغنياء وكان هناك كنا نسالوا فلوس كنا نسالوا اموال لفرنسا لانها ما دفعتش جزء كبير من اموال تاع القمح قمح الجزائري اللي راح للجوع الفرنسيين يوم هان اللي كانت انهاكتهم المجاعات والحروب بتاعنا قبل اليوم شوفوا اليوم هذا الصور كاريثة كاريثة يوم 16-24 24 فيه 24 رباضي كاريثة 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 300-400 كمي وفلاشا هاك هكتشوف القمح كاريثة القمح حيتعش في الارض هاك كاريثة حسبون الله واني عمي الوكيل ولا حوله ولا فوت هل رحي دولة هل رحي دولة هل رحي دولة هل رحي دولة وهال رحي دولة هل رحي دولة ما كنت لسخرض نشفه ما كنت تتوفر انشرا بمي الام وطلك training بمي هكتش هًا 3 6 6 7 9 9 طبعاً الأولوية للقمح الفرنسي والقمح الروسي والقمح الأوكراني لأنه يجب أن نشر ذمم ولازم في الطريق تروح لعشرة في المئة وعشرين في المئة إلى الحسابات حسابات في دبي في أبوظبي في البحرين في جزر المالديب في جزر ما نشعر في شكون في فرنسا في سويسرا هاو قمح جزائري هاو مزرع جزائري فلاحين جزائري قال لك الكامي وصحاب الكوامي يقعدوا بالاربع أيام خمس أيام وهما ينتظروا فلاشين باش يروحوا يدوا القمح تشريع لهم الدولة العصابة الجزائري فيها قمح فيها قمح لكن عذبوهم هاكذا باش ما يزيدوش يديروا القمح باش يندم أنه دار القمح يقعد ربع أيام خمس أيام الكامي وحابس الشوفير يخلص ممكن القمح بعد ما تضرب عليه الشمس كل هذيك الفترة يوصل فاسد مكاش مشكل لماذا؟ لأنه لازم يشيروا القمح الفرنسي بلاد مساحتها أربع مرات مساحة فرنسا تقريبا تشتري الحليب كثاني مشتري الحليب في العالم احنا ثاني مشتري الحليب في العالم وغارقين لحد الآن غارقين في شكارة الحليب اليوم طلعين ويتكلموا قال لك راحين يطلقوا ولازم الناس قاعد تلبس الماسك وراحين يديرولوا تسقيف السعر كما سقفت السعر انت عشياء كثيرة كما الحم انت عثمانين الف رانا الناس رام يأكلوا في الحم انت عثمانين الف في الجزائر تحكمنا عصابات تكره الشعب كراهية ليس لا حدود وتكره البلاد كراهية ليس لا حدود اسوأ من الكولون تاع فرنسا الكولون تاع فرنسا كان يكره الشعب لكن يحب البلاد خدموها وصنعوها كانت الجزائر لا بيترون ما عندها لا بيترون لا غاز الميزانيا تاع الجزائر تساهم في ميزانية فرنسا لان الكولون وين كرهوا الشعب حبوا البلاد احنا هذا الكرهوا الشعب وكرهوا البلاد وحولوا أموال البلاد إلى الخارج اللي صاحبنا قالوا عارفوا الراهن قالوا شحال عشرات قالوا عشر مليون دولار عشرات قالوا عشرات الملايين من الدولارات ورح عارف عنده كونتر خطة يجيبها بها خلونا نعود ونسمعوه ونذكروا بهذا الموضوع ونذكروا الأحرار ونذكروا لمازال ربما رح عندهم أمل ولا عندهم حمق من أن هذا هذا الشخص ممكن يدير شيء وبأني نسترجحها وقدر نجيبها 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 كيف يعني نجيبها زيدنا كلها ما نقولش ما هم يدخل أنا أقول لكش لكي يأخذوا احتياطات أنا أقول لا ما نقولش أنا أعرف أني نجيبها أنا أعرف أنها موجودة أنا أعرف أني نجيبها أعرف المكان الأماكن مش المكان أماكن بلدان في بلدان لأن أمور تطلب نوع من السرية لا المتحرين ولا 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 إلى آخر أنا أعرف أنني عملاً لا أعرف أنك شيء أنا قدمت من السرية لا أعرف أنك شيء 10 ملاير 5 ملاير 20 ملاير لا تتكلم على دولار لا 10 ملاير دولار يحسر لا 10 ملاير دولار هنا إي هذه الخطة التي تهبت هذه يقترض من عند الجزائري وما يمشيش يخترض من عند اللي فامي طبعا ليسمح هذا الكلام هذا كلام جميل نقترض من عند الجزائري صح ما قالناش يكون هذا الجزائري ما قالناش ان هذا الجزائري اسموه بن حمادي واسموه بن عمر وغدوة عاودوا تسمع اسمه تحكوت واسمه حدد ما قالناش بان هذه اموال شعب في الاصل ان هذه اموال شعب اللي كانت في البنوك واللي خربت من الخزينة العامة ما قالناش هذه بمعنى ان الخطة نتاعو نقترض من عندهم نبيضولهم تلك الاموال اللي سرقوها ونزيدوهم عليها لزانتيري نزيدوهم الفوائل هاي الخطة نتاعو هو راوى يعرف كهن ما بين ستمعت الاف مليار مليار جل میار سنتيم ومليون مليار سنتيم زوج مليار συنتيم اللي هي ستة الف مليار دولار دينار وعمشرا الف مليار دينار الللي رأي حول نها الى السنتيم تولي هكذا ستمعات الف مليار الى مليون مليارت سنتيم يعرف أين هي موجودة كنا نعرف أين هي موجودة نعرف أنها موجودة في جيوب اللصوص في جيوب اللي كتبت عليهم الجرائد بأن هناك ستة لاف مليار دير جزائري إذا استثنينا منهم ربما عشرة بالمئة اللي هم اشتغلوا اشتهدوا إلى آخره وإن كان في ظروف العصابة منيش عارف كيفاش الشغل كان فإن الباقية أي أكثر من خمس سلاث مليار دير هي أموال شعب جزائري نهبت منه نهبت من بنوكه نهبت من شبابه اللي رهن بالملايين عاطلين واللي رهن يضرب في عقله واللي رهن يدخل على المخدرات واللي رهن يدخل على الخمور واللي رهن يفكر غير في الهروب حتى في رمضان هذا النصر يتحرك هذه أموال شعب جزائري الآن هو يمهد باش يقوم بعملية تبييض لكبار اللصوص وبدل من أن كانوا الناس يعرفوهم أنهم اللصوص يصبحوا لهما ليسلفوا الدولة يصبح عندهم زية على الجزائر ويزيدوا يأخذوا الفوائد من لحي تبخر له هذا هو حكم بوتبون المزور اللي جابوه العسكر نصف العصابة في السجون ونصفها مع تبون وهذا النصف اللي في السجون إذا بقيت الأحوال هكذا ولم ينتصر الأحرار ولا ينتصر الحراكة يا إخوان فأعلموا أن هذا النصف يخرج وآلاف من أحرار البلاد سيدخلون الآن وش لكم تشوفوا هذه رهي بروفا كما يقولوا يعني رهي عينة فقط منتع سجن 150 أو 200 أو 300 اللي رهي موجودين الآن إذا بقي هذا الحكم فإننا نمضي في طريق السيسي في طريق مصر اللي رهي اليوم شعبها في أبشع حالاته وفي أسوأ حالاته الناس المهارب عليهم هناك لأن الأثيوبيين رح نقطع عليهم نصف النيل هذه الحقيقة المرة وأحيانا نذكركم بهذا من مبدأ من الأحسن أن تسمعوا الحقيقة على مرارتها من أن يكذب عليكم الكاذبون وعلى رأسهم هذا بوتبون وذباب وقنوات وجرائد اللي كلهم أصبحوا دخل الصف الآن بالأوهام الكاذبة هذه المجموعة عاجزة وفاشلة ولو أرادت ولكنها لا تريد لأنها تعرف أن استعبادها للشعب الجزائري شرط ضروري لبقاها في الحكم من طرف أولئك الذين يدعمونها من وراء البحر هذه العصابة إضافة إلى ذلك تواجهها مشاكل كبرى اللي هي مشكلة إنهيار سعر البترول اللي هي مشكلة زحف الفقر والحاجة اللي هي مشكلة هذا الوباء العالمي والوباء العالمي كلما كنت ضعيفا ستدفع ثمن أكبر هؤلاء لا يستطيعون ولو أرادوا ولكنهم لا يستطيعون أن يديروا البلاد فما بالك أنهم لا يريدون أصلا ولا يعرفون أصلا عندما تصبح يصبح الذباب في مقر رئاسة الجمهورية أيضا فعرف أنك مع حكومة الذباب دولة حنوشا وليس بأي شكل من أشكال أحرار أو بشر فقط لديهم البونسونس لديهم فقط المنطق في دارة شعب الجماعة اللي ما قدروش يديروا البلاد عندما كان الدخل أكثر من 1200 مليار دولار في أقل من 20 سنة لا يمكنهم أن يديروا البلاد عندما يكون سعر البترول هو خمس وشكان في الـ 2009 في الـ 2008-2009 الآن رح أقل من 30 دولار في حين وصل في 2009 إلى 147 دولار ولذلك إخواني إن شاء الله قريبا نستشرب الماء قريبا العيد ينتهي رمضان بمغفرة ذنوبنا جميعا بإذن الله ويعود الناس للحرك مرة أخرى ننتظر من إخواننا الأطباء وخبراء الصحة من أحرار البلاد أن يفتونا في موضوع الخروج والحراك بعد رمضان إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر